السنة مثل سفينة نور من ركبها نجا ومن تركها غرق يقول السائل يستدل بعض الناس بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه على أن هناك بدعة حسنة فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح لأن عمر يقصد بذلك صلاة الترويح وجمعهم على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين وصلاة الترويح خلف إمام واحد هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من عمل عمر وإنما عمر أحيى هذه السنة فجمعهم على إمام واحد فقوله نعمة البدعة ليس المراد البدعة الشرعية وإنما مرادها البدعة اللغوية أما البدعة الشرعية فليست بدعة لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والبدعة الشرعية ما لا دليل عليه صلاة الترويح عليها دليل صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم وليس في الإسلام بدعة حسنة قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولم يستهني شيئا ويقول هناك بدعة حسنة بل كل بدعة ضلالة نعم ضلالة ولم يسمى وأعبد محش قبل